في مجاهدة النفوس قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر هذه آية عظيمة ختم الله تعالى بها سورة العنكبوت التي هي سورة ابتلاء مجاهدة حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فما المخرج من هذه الفتن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم في الله جاهدوا أنفسهم في الله وذلك بأن يجاهد المسلم نفسه أولا على إخلاص النية على استحضار النية الصالحة على أن يخشع في صلاته على أن يطرد الرياء من قلبه والعجب والغرور أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة على الواجبات على الفرائض على الصلاة ما يمكن أن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إلا إذا جاهدت نفسك ما يمكن أن تحافظ على قيام الليل إلا إذا جاهدت نفسك ما يمكن أن تكثر من الصيام إلا إذا جاهدت نفسك صبرت نفسك وهكذا تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة تجاهد نفسك على تلاوة القرآن على الإكثار من ذكر الله تجاهد نفسك على الإحسان إلى الناس على بر الوالدين على صلة الأرحام تجاهد نفسك على الأمانة أداء المسؤولية التي أنيطت بك في وظيفتك في أي مكان تجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا